بكم وعلى السريع واول خبر فعلى السريع انا هشوفه زيكم الاول مرة معرفش ليه انا هشوفه الاول مرة بس هم قالولي كده يلا العب الخبر الاول مصر اول دولة بالعالم تدخل لبن السرسوب في بروتوكول علاج كاركوكا لبن السرسوب ايه ايه لبن السرسوب طبع عشان حاجة مش حلوة يعني ايه لبن السرسوب يعني انا خاف اخبط في الحلل قالت دكتور حسام حسني مش المغني رئيس اللجنة العلمية كذا وتابع ان مصر اول دولة في العالم وضعت مضادات التجلد في البروتوكول العلاجي واول دولة في العالم تستخدم الديكسا ميسازون والكورتيزون واول دولة في العالم تحدد وضعا ما يتقبل وضع على جهاز التنفس صناعي واول دولة في العالم تدخل لبن السرسوب في بروتوكول علاج مرضى كورونا تم نخش نعمل سيرش كده على لبن السرسوب ده اصلا انا عندي ذكريات عند ابن السرسوب زمان واحنا صغيرين في الارياف يعني كانت اعنيك لما تتطرف عرف طرف عينه اللي جرحني لأ مش الاغنية بقى لما عينك يحصل فيها اي حاجة عندك علاج من التلاتة من اربعة اذا كانت الحالة متردية جدا اللي عينيك يجيبولك بصلة حمية ويحطها لك في عينيك واعلاك تاني بالخنافس يجيبوا خنافس كده ويطحنوها ويحطها في عينيك واحيانا لما تبقى تحتها زرقان كده يحطولك مضروب مثلا يحطولك طين يجيبوا طين كده لدن يحطوا عليه كان في بقى علاج ثالث انك تنام على حجر واحدة بتردع وتقطر لك في عينيك وده كانوا يسموه لبن السرسوب وتبقى انت شحط كده والمدام معلش حاجة ما الفرق بين لبن السرسوب واللبن الناضج يجيب على هذا الدكتور عادل عشور استاذ ان لبن السرسوب هو وسائل اصفر داكن اللون اكثر كسافة يفرز من سدي في الايام الاولى بعد الولادة طيب اذا كان الحال بقى ان احنا او دخلنا لبن السرسوب في علاج كورونا يبقى احنا محتاجين مرضعات يبقى احنا محتاجين كتيبة من الامهات الجدد يعني لسه والدة بقى لها مثلا مدة 3-4 ايام مثلا فتوقف كده طوابير وندفع فلوس بقى ونشوف حالة احنا دا كلام لبن السرسوب في علاج كورونا لا دا انت دا لما واحد شيخ مرة قال ارضاع الكبير طلعت عليه كلاب هيكت عليه لما كالت عضم امه دلوقتي بقى او طبيا بيقولك السرسوب دخلناه في علاج الكورونا فتخيل انت لبن السرسوب دا انت تخيل انت بقى تخيل انت لبن السرسوب تخيل انت المشهد الكوميدي وتخيل كم التلاجات اللي الامهات هيروحوا فيها عشان يحطوا قطر من لبن السرسوب نحن محتاجين الحقيقة يعني كمية امهات لا حصرة لها والست تبقى داخل المستشفى عشان تتبرع بالان بالسرسوب بالتمن فيتقل لها ست جايل ايه تقوله سرسوب خشي سرسوب من ناحية تانية ما انت عارف كلمة كوسة دي جات منين جات لما كانوا زمان ابواب القاهرة كان يوقف عليها الحراس اللي يخش يدفع فلوس وكان بقى فيه تجار الملح دول اسمو طوز طوز بالتركي يعني ملح فدول يستنوا شوية لكن لان الكوسة بتفسد بدري فكان لازم الفلاحين اللي جايبين كوسة يخشوا بدري فالفلاح هو داخل يقول كوسة فيدخلوه فاحنا اخدنا كلمة كوسة دي على البزرميت دلوقتي بقى تبقى الست داخلها كده سرسوب اوكي خش يا مادام ليه من السرسوب بجد وحيات ربنا احنا بقنا مضحكة اول دولة في العالم اه ماشي هتدرجة بقى بشارشفاط وجوه ماشي بس في الاخر المادام داخلها مش تتبرع بدم لا بسرسوب يعني احنا في الاخر ودي احنا ما حد فيش دولة هتعمل كده اصلا يعني اهو حتى تركيا وزير الصحة التركي يبلغ اردوغان بدء التجارب البشرية اللي قاح محل ضد كورونا اه سرسوب برضو على كل حال شكرا للخبر الجديد مصر يا حضراتني بارك لها مصر اول دولة في العالم تدخل لبن السرسوب في علاج كورونا والقاتي افدح اللي بعده ترجمة نانسي قنقر